في الحلقة الأولى قلنا إيه هو فيروس كرونا ومين هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس في الحلقة دي هنقولك إزاي الفيروس بينتشر الشخص المصاب ممكن بسهولة جدا ينقل العدوى للشخص السليم من خلال العين، الأنف، الفم أو عن طريق الوزاز اللي بينتج عن السعال والعطس أو عن طريق الاتصال المباشر مع الشخص المصاب أو لمس الأسطح والمواد الشخصية الملوثة بالفيروس هو ممكن فيروس كرونا يتنقل عن طريق الطعام؟ لا، مفيش دليل علمي بيزبط ده طيب، ممكن تناول الدجاج والبيض بيؤدل الإصابة بالفيروس كرونا؟ برضو لا، بس في كل الأحوال الخبراء دايما بينصحوا بإن إحنا نطبخ الأكل بتاعنا بشكل جيد جدا هو أنا ممكن أكون مصاب بالفيروس كرونا لو بعطس أو بكح أنت ممكن تشتبه في إصابتك بالفيروس لو ظهرت عليك أعراض زي الحمى، سعال، ضئف التنفس أو كان عندك تاريخ سفر مع المناطق المصابة بالفيروس التاجي زي الصين، إيران، إيطاليا أو كنت على اتصال مباشر بالشخص المصاب بالفيروس أو زرت أي منشأة طبية بيتم فيها رعاية مرضى الفيروس إيه هي الأعراض اللي تابعها كويس عشان أعرف إن كنت مصاب بفيروس كرونا أو لا؟ الحمى، السعال، ضئف التنفس ممكن تكون كلها أعراض متشابهة مع نزلات البرد أو الألف الوانزة العادية بتظهر من يومين لأربعتاشر يوم من تاريخ تعرضك للشخص المصاب بتختلف شدتها باختلاف الأشخاص بتبدأ من أعراض خفيفة وممكن توصل لقدر الله لأعراض شديدة جدا في نفس الوقت إن كنت مصاب بالحمى أو البرد أو التهاب الحلق مفيش داعي للألأ في الحلقة الجاية هنقولك إزاي تهتم بنفسك وإيه الفرق ما بين فيروس كرونا ونزلات البرد العادية موسيقى ترجمة نانسي قنقر